موسيقى كلنا بد التسعيد التسعيد خطر علينا جميعا موسيقى نشجح كل الجهود التي تساعد في إيقاف تمدد ساحة الإصراع موسيقى 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 إيران ومدد مخير خمس مخير خزبالة مخير آخرين وضع التوتر الإسرائيلي الإيراني الأخير عددا من الدول العربية في حالة تأهب قصوى خشية الصواريخ والمسيارات التي عبرت أجواءها أو جاورت حدودها التطور هذا دفع نحو تحركات في المنطقة سواء تلك المتعلقة بإعادة النظر في الاستراتيجية الدفاعية والأمنية دون تجاهل التبعات التي من الممكن أن ترخي بظلالها على المشهد والتي لا تطال الساحة السياسية في حسب بل الاقتصادية أيضا على حد سواء ما هي تداعيات التصعيد الراهن على دول المنطقة العربية؟ قال العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني إن أمن الأردن وسيادته فوق كل اعتبار في لقاء مع وجهاء وممثلين عن محافظة المفرق أكد الملك عبدالله الثاني أن بلاده لن تكون ساحة معركة لأي جهة كانت بدوره أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفضي عدم السماح لإيران وإسرائيل بتحويل بلاده إلى ساحة حرب تعهد الصفضي خلال مؤتمر صحفي مع نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك في برلين تعهد بأن الأردن سيواجه أي خرق لسيادته عبر تسخير كل الإمكانات للدفاع عن المملكة نحن لن نكون ساحة حرب لأي صراع إقليمي ولن نسمح لأي كان أن يعرض أمن الأردن وأمن مواطنين إلى الخطر ومن هنا كانت رسالتنا ورسالتنا واضحة إلى الجميع إلى إسرائيل وإلى إيران بأننا لن نسمح لكم بأن تحيلوا الأردن ساحة حرب ولن نسمح لأي كان بأن يعرض أمن مواطنين للخطر وسنتصدى لأي بكل قدراتنا وحسب إمكانياتنا سنتصدى لأي جهة تحاول أن تخرق سيادة الأردن وأجواءه وتعرض أمن مواطنين للخطر الأردن ربط القول بالفعل وكثف سلاح الجو الأردني التحليق الاستطلاعي منذ ساعات الفجر الأولى قال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية أن هذا الإجراء يأتي لمنع أي اختراق جوي وللدفاع عن أمن وأجواء المملكة معنا من عمان مراسلنا نايف المشاكب نايف إذن هناك رسائل من الملك عبد الله الثاني من وزير الخارجية الأردني تؤكد على رفض استخدام الأردن كساحة مواجهة إقليمية ما هي الاستعدادات الأردنية في هذا الإطار يوسف وأيضا رسائل من القوات المسلحة الأردنية التي ذكرتها أنت قبل قليل حيث أن الطلعات الجوية كثفتها كثفها سلاح الجو الملكي الأردني منذ فجر اليوم لمنع أي اختراق أو اعتداء على الأجواء والسيادة الأردنية ولمنع تحويل الأردن إلى ساحة حرب إقليمية لأطراف ليس له علاقة في الصراع بينها هناك صراع يوسف بين إيران وبين إسرائيل والأردن لا علاقة له لكن هناك محاولات لإقحام الأردن وإقحام حتى المنطقة بكاملها في هذا الصراع لذلك كان هناك تحذير أردني واضح من ضرورة ممارسة ضغوط دولية لخفض التصعيد وأيضا ممارسة ضغوط دولية على رئيس الوزراء الإسرائيلي لأنه يحاول جر المنطقة إلى حرب للهروب طبعا إلى حرب إقليمية للهروب من الضغوط الدولية المتزايدة عليه فيما يتعلق بقطاع غزة وأيضا هناك إيران تحاول فرض أجندتها على المنطقة وتحاول الاستمرار في التدخل في الشؤون الداخلية لذلك كل من إيران وإسرائيل يقول الخبراء هنا هم وجهاني لعملة واحدة وهي النشر الفوضى والتدخل في الشؤون الداخلية للمنطقة بالنسبة للأردن الرسائل الواضحة قبل أن أدعتي إلى الرسائل نايف لماذا استدعت الخارجية لو تذكرنا قبل يومين أو أمس السفير الإيراني ما المشكلة المواجهة هنا في هذا الإطار مع السفير الإيراني وما الرسائل التي تم إيصالها له يوسف استدعاء السفير الإيراني جاء على خلفية نشر وسائل الإعلام إيرانية ومن ضمنها وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية مواقف تشكك وتسيء للأردن وبالتالي الأردن موقفه واضح من القضية الفلسطينية ومن دعم الجانب الفلسطيني وأيضا هناك محاولات من الجانب الإيراني من أجل ابتزاز الأردن واستفزاز الأردن فيما يتعلق باعتراض المقذوفات الصاروخية أو الطائرات والصواريخ التي عبرت الأجواء الأردنية كانت من إيران باتجاه إسرائيل الجانب الأردني مرة أخرى يقول أنه يعترض هذه الصواريخ وهذه المسيرات لأنها تخترق الأجواء الأردنية وتهدد المواطن الأردني وتهدد سلامة الدولة الأردنية هو لا يعترضها نيابة أو دفاعا عن إسرائيل هذا الواجب الذي تم اعتراضه هو من قبل قوات المسلحة الأردنية للدفاع عن السيادة الأردنية ولحماية المواطنين الأردنيين كان هناك محاولات من الجانب الإيراني للقول بأن الأردن ربما كان يحاول لعب دور نيابة عن إسرائيل لكن هذا ليس صحيحا مطلقا الجانب الأردن الرسمي أكدوا والمراقبون يؤكدون أن السيادة الأردنية هي الخط الأحمر بالنسبة لعمان وبنسبة القوات المسلحة وأن الدفاع عنها هو ما يحرك الجانب الأردني والتقديرات كانت أن عبور مثل هذه المقذفات يشكل خطر كبير على أمن الدولة وعلى المواطنين يوسف شكرا جزيلا لمراسلنا من عمان نايف المشاكبة ورحب الآن بضيفي معنا من طهران مدير دراسات شؤون غرب آسيا وشمال أفريقيا في الخارجية الإيرانية السفير مجتبي فردوسي من الرياض أيضا ينضم إلينا الكاتب والباحث السياسي مبارك آل عاتي أهلا وسهلا بكما أبدأ معك السفير مجتبي فردوسي هنا في صراع إيراني إسرائيلي واضح لكن في اتهمات بأن إيران تحاول أن تزج بالأردن تحديدا في هذا الصراع لذلك في مشكلة الآن الطائرات الأردنية اليوم تحلق في الأجواء بالطبع هي لن ترصد شيء إيراني وإنما ضد أي مسيارات إسرائيلية الموقف الأردني واضح هنا دعني أذكر بالتصريح الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بأن إيران سترد على أي هجوم إسرائيلي وعلى من يدعم هذا أو يتورط في هذا الهجوم أليست هذه محاولة من إيران لجر الأردن تحديدا ودول المنطقة في هذا الصراع وإجبارها على اتخاذ موقف ودعم طرف ضد الآخر تحياتي لك وأيضا لضيفكم الكريم من مملكة العربية السعودية أعتقد أنه لا يكون صحيح هذا الكلام لأن هذا من حق مشروع لدى جمهورية إيران الإسلامية حق دفاع المشروع أن تدافع نفسها لأنه هناك كانت انتهاكا على السفار الإيرانية في دمشق وهذا خلافا للمواثق الدولية التي حصلت عن طريق الكيان القاصب الصهيوني حسب ما نفهم من قوان سيون بيان يعني المواثيق 1961 و 1963 بخصوص مقرات دبلوماسية بخصوص قنصليات وأيضا 1973 بخصوص دبلوماسية هذا أولا لذلك أعتقد الدفاع كانت دفاعا صحيح لكن ليس لها الحق في استخدام الأجواء الأردنية في قصف إسرائيل هذه هي النقطة صحيح صحيح هناك أخبار تؤيد وأيضا للأردنيين لديهم معلومات كافية أن أجواءهم طاحت كافة مصيرات وأيضا طائرات حربية إسرائيلية كل يوم هناك مقرات في المملكة الوردنية الهاشمية لصالح الولايات المتحدة الأمريكية هناك توافق أمني مشترك ما بين المملكة الوردنية الهاشمية وأيضا بجانب الإسرائيلي وأيضا للولايات المتحدة الأمريكية وهناك أخبار تؤيد سابقا أنه بخصوص اقتيال جنرال قاصم سليماني أنه استفادت من المقرات أو من مطارات حربية داخل المملكة الوردنية الهاشمية استفادوا منها مسيرات الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا طائرات حربية الولايات المتحدة الأمريكية لهذا الهدف لهذا القرض يعني العملية الهبية ضد مسيرات التي قصفت قاصم سليماني انطلقت من الأردن صحيح هذا الخبر كانت موجودة سابقا يعني نعرف من أين انطلقت هذه المسيرات كانت ارتباطات وأيضا كانت تبادل رسالات ما بين جمهورية الإيران الإسلامية وأيضا المملكة الوردنية الهاشمية بهذا القصوص هناك اتصالات وارتباتات ما بين إيران والمملكة الوردنية الهاشمية أن لا تستفيد من الفضاء من الإمكانيات بالمقارات الولايات المتحدة الأمريكية ضد مصالح جمهورية إيران الإسلامية وهذا مفهوم يعني ينكلى البلدين أعتقد هذا الموضوع مفهوم لكن إيران لا تريد اختراق أجواء البلدان الآخر وأيضا المملكة الوردنية الهاشمية لأنه أعلنت هذا الموضوع للأراغ قبل ما تحلق المصيرات الإيرانية باتجاه الأراضي المحتلة وفلسطين المحتلة أعلنت للأراغ أعلنت لجانب الآخر مثل سوريا لأنه هناك كانت أجواء هذا البلدان في طريق المصيرات الإيرانية وهذا معلوم وهذا مفهوم أن إيران تدافع عن حقها مشروع لا يمكن أن تعطي مجال لجانب الكيان القاصب الصحيوني أن تستفيد من أجواء ومن أرضية البلدان الجوار وإنجارة لجمهورية إيران الإسلامية بخصوص مصالح إسرائيل ضيفي من الرياض سيد مبارك العاتي كيف يمكن الأردن وسنأتي بعدها قليل حتى على دول الخليج في نصف الآخر من هذا البرنامج أن تحيد نفسها هل فعلا الاتفاقيات الأمنية للأردن مثلا والدول الخليجية مع الولايات المتحدة يمكن تصنيفها على أنها تعاون أمني ضد يعني تستفيد منها أمريكا لمهاجمة إيران أو المصالح الإيرانية وبالتالي كيف يمكن للدول أن تخرج نفسها من هذه المعركة وهذا الاستقطاب نصال خير سيد يوسف سيد مجتمع ومشاهدك الكرام دعني أبدأ من حيث انتهى سيد مجتمع كلام خطير جدا هذا ما يتهم الأردن في اعتقادي حتى إبراهيم رئيسي لم يقول هذا الكلام والمصر من طهران ما يقول أن من استهدف قاسم سليماني كان من الأردن وهذا كلام يعني يجب أن توقف عنده كثيرا النقطة الأخرى بما أن إيران كانت تريد أن تنتقم من إسرائيل كان بإمكانها تستخدم طيران الحربي ويأتي عبر الأجواء الدول الهشة لكن أن يتتعمد إيران باستخدام المجال الجوي الأردني هذا يثبت بالفعل بأن هناك استهدافا إيرانيا للأردن منذ السابع من أكتوبر والدليل على ذلك حقيقة السمرار أو ارتفاع وطيرة تهريب السلاح من سوريا إلى الداخل الأردني ارتفاع وطيرة تهريب المخدرات ومن ثم أيضا العناصر السخبارية التي اعتقلت في فترات متقطعة وعلن عنها الأردن وثم أيضا تظاهرات التي جرت على الحدود العراقية الأردنية والمطالبة بإيقاف شحنات النفط العراقية للأردن كان كضحية من ضحايا الاحتلال الإسرائيلي لغزة لذلك في رأيي أن إيران بالفعل تعمدت استهداف الدول العربية الرصينة تحديدا الأردن الشقيق ولذلك رأينا قوة حدة اللهجة الأردنية اليوم من خلال تصريح وزير الخارجية الأردن الذي نشرتهم قبل قليل نقطة ثالثة بالفعل أريد التأكيد على نقطة مهمة جدا إيران تدرك أن خطوط الاشتباك لا تزال مرعية رغم مسرحية الهجوم الإيراني على إسرائيل لكن لا تزال خطوط الاشتباك مرعية والدليل على ذلك أننا كلنا نتابع كلنا نتابع متى ستصل هذه المسيرات الإيرانية التي انطلقت سبع ساعات مما تاح الكيان الإسرائيلي استقبالها بصد الرحب وتصيدها أيضا لو أن إيران لم تكن تنوي توريط بعض الدول العربية كانت بإمكانها تتحرك كما قلت من الجوانب الشمالية أو متسير السفن أو أي جهة من خلال البحر من سوريا أو حتى لبنان أو العراق حتى طيب أو حتى البحر سنتحدث عن هذا بالتفصيل الآن ونضيف عليه أنه على مسارات أخرى أفادت صحيفة وول ستريت جورنل نطلن عن مسؤولين قولهم أن الجانبين السعودي والإماراتي تبادل معلومات استخباراتية ساهمت في التصدي للهجمات الصاروخية الجوية الإيرانية لكن المصدر ذاته أشار وأكد رفض السعودية ورفض الإمارات استخدام مجالهم الجوي لاعتراض الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية وذكرت الصحيفة نقلا عن مصادر أن مسؤولين سعوديين وإماراتيين التقوا في الأسبوع الأخيرة مع مسؤولين من حزب الله اللبناني في محاولة لتهديئة الصراع مع إسرائيل هنا نتحدث عن موقع دول الخليج وفي هذا الصراع لدى دول الخليج العرب الكثير كي تخاف عليه وهي تتراقب هذا التصعيد الذي يشهده الإقليم بين دولتين في إسرائيل وإيران إيران المفرطة في الإيديولوجيا استهلاكا محليا وتصديرا وإسرائيل المفرطة في الاتكال على الحلول العسكرية في عهد اليمين المتطرف الذي يحكمها تقف الوليات المتحدة الآن عاجزة حتى اللحظة عن الحسم في التهديئة وهي تشهد تذبذبا هائلا في السياسات الخارجية منذ عهد باراك أوباما لا يجعل الدول تثق فيها فيما تجد الدول الخليجية نفسها أمام تحدي للعبور إلى بر الأمان باستقرارها السياسي وما يتبعه من تنمية اقتصادية واستتباب أمنه تعتمد هذه الدول الخليجية سياسة عدم الاستقطاب تحاول عدم الدخول في مشاكل مع أو ضد وعدم الانضمام لتحالفات مقابل التركيز على الاستقرار والتنمية بل أنها في غير ذات مرة حاولت أن تلعب لعب دور الوسيط في أكثر من قضية آخرها أوكرانيا مثال على ذلك لكن الصراع الإيراني الإسرائيلي يدور في المحيط قريب جدا شرارته إن لم تؤذي بنيانة إيرانيها المباشرة هذه الدول فدخانها ربما يخلق الاقتصاد ورمادها سيذر في عيون التنمية سراع قد يلقي بظلاله على مشروع التطبيع حتى وإقامة علاقات دبلوماسية بين السعودية وإسرائيل والذي كان يعول عليه لإخماد كثير من التوترات في المنطقة وحل بعض المشاكل المزمنة حاولت الدول الخليجية على مدى سنوات الأخيرة احتواء الجموح الإيراني كذلك تجنبت معظم الدول الخليجية الدخول في التحالف مع واشنطن ضد الحوثيين في الآونة الأخيرة الذي شهدناه في المنطقة لكن هذه الدول لا تضمن أي ارتداد إيراني على التعهدات لسيما أن تهران قد تلجأ في أي مواجهة إلى استهداف المصالح الأمريكية في الدول الخليجية تصدعت الثقة الخليجية بواشنطن بعدها عدم اتخاذها مواقف حازمة لصالح أمن دول الخليج في أكثر من مرة آخرها في أزمة اليمن إذن في ظل التوتر القائم تظهر الحاجة إلى تنسيق إقليمي بين دول المنطقة لترسيخ شرق أوسط لا تحرقه الصراعات وتسعى دول الخليج العربية للحفاظ على مكتسباتها السياسية والاقتصادية في مواجهة أي تصعيد محتمل بين إيران وإسرائيل هنا أعود لضيفية أعود إلى طهران مع سيد مجتبي فردوسي الدول الخليج الآن خصوصا بعد التقارب مع إيران في الفترة الأخيرة لا تريد أن تكون طرفا في هذا الصراع تريد التركيز على التنمية وبالتالي هي ترفض أن تكون طرفا ورفضت استخدام أجواءها ضد إيران لكن إيران لا يبدو أنها حريصة على هذا الموضوع لأنها تشير إلى استهداف أمريكا في أماكن وتواجدها في دول الخليج وحضرتك قبل شوي قلت أن أمريكا استخدمت الأجواء الأردنية في ضرب قاسم سليماني وهذا مبرر لاستهداف أمريكا ربما حتى في قواعدها في الأردن هل يمكن لطهران أن تميز وتحيد هذه الدول عن خلافها مع أمريكا وإسرائيل؟ أولا أعتقد أنه ليس مفهوم الصراع صحيح لن يكون هناك صراع ما بين إيران وجانب الإسرائيلي إيران أعلنت لديها حق مشروع في دفاع عن كافة أراضيها وخاصة بحجوم الذي حصلت على السفار الإيرانية في دماشق وهذا حق الدفاع المشروع أعلنت عن طريق وكلاء إيران في منظمة الأمم المتحدة وأيضا في رسالات التي تبادلت عن طريق الوسطاء الأرب وأيضا في مجلس التعاون لدى ولاية المتحدة الأمريكية وهذا معلوم هذا أولا شيء ثاني أنه إيران لا يريد عدم التنصيق مع جانب الدول مجلس التعاون أعتقد هناك خطوة للأمام للتنصيق الأمني للتعاون المشترك وإيجاد تنمية مشتركة آمنة على مستوى كافة الإقليم ما بين إيران وأيضا دول جوار في جنوب المنطقة الخليج الفارسي أعتقد أنه أنه إيران مصر في هذه الخطوة وخاصة ما بعد الاتفاقية التي حصلت في بيكين ما بين جمهورية إيران الإسلامية وأيضا المملكة العربية السعودية لكن المشكلة الموجودة على مستوى الإقليم أعتقد أنه تطلع من خطوات الولايات المتحدة الأمريكية لأنه عضور وتواجد ولايات المتحدة الأمريكية على مستوى الإقليم في منطقتنا هو مبدأ الأذمة ومبدأ الأذمات الموجود لأن هناك ثلاث مؤلفات رئيسية أولا الاحتلال وجود الاحتلال وإصنرارية الاحتلال الكيان القاصب على أراضي الفلسطينية وأيضا أراضي سورية في جولان وأيضا جنوب لبنان هو المشكلة وأيضا الأزمة الأساسية لا يزال إذا يكون موضوع الاحتلال واستمرارية الاحتلال لا تنتهي الأزمة على مستوى إقليم شرق أوسط هذا أولا شيء ثاني هناك ازدواجية المعايير لدى سياسات القارب وخاصة سياسات الولايات المتحدة الأمريكية أمريكا تستفيد من ازدواجية المعايير انظر إلى ما يفهمه من سياسات الولايات الأمريكية بدفاع وحماية إسرائيل في حربها مع غزة وشعب المضلوم الفلسطيني ومع جانب الحرب الموجود مع روسيا وأوكرانيا وهناك شيء ثالث مؤلف الثالث هو رقابة ذاتية لدى قارب إنه القارب تخاف من إسرائيل لا يؤيد الموضوع الحقيقة لأي سبب يعني القارب تندد كل ما يحصل على أوكرانيا ولن تندد الموضوع الهجوم القاشم الإسرائيلي الكيان القاسب على سفار الإيراني ضد كل مواثيق الدولي هل هو صحيح؟ هذه النقاط الثلاثة مهمة تسأل هذا الموضوع عن كاميرون وتسأل هذا الموضوع عن بايدن وبايدن لا يقبل هذا الموضوع إذن المشكلة طيب خلينا خلينا حتى نأخذ لنا وقتنا قليل سيد مبارك العاتي المشكلة بالنسبة لإيران أنه لديها يرفض أن يكون هنا صراع مع إسرائيل هو رد لكن على المشكلة هي وجود أمريكا الداعمة لإسرائيل في منطقة الخليجية وأنه أمريكا ليست محايدة وبالتالي هذا يضع دول الخليج في وجه هذا الصراع حتى لو لم ترد أن تدخل فيه ما رأيك؟ هل دول الخليج والأردن وغيرها من دول عليها أن تنسق مع بعضها البعض كيف تخرج من هذا بلاشة زمي صراع حتى ضيفنا ميزة من طهران من هذا الوضع وهذا التوتر وهذا التصعيد هل عليها أن تزيد من قواتها الأمنية المحلية حتى لا تعتمد على أمريكا مثلا؟ سيد يوسف ربما زل الزميل المجتبة بالفعل ما يجري بين إسرائيل وإيران ليس صراع ولكنه خلاف على النفوذ في المنطقة لا يوجد صراع إسرائيلي في الإيراني أبدا والدليل أن إيران لم تتحرك ولم تطلق هذه المسيارات إلا عندما قصفت القنصلية وقتل 35 ألف فلسطين في غزة ما يجري هو بعيدا كل البعد عن القضية الفلسطينية لكن إيران لا تزاد تتاجر إعلاميا بهذه القضية النقطة الأخرى أيضا هذه قضية أزلية سبب التواجد الأمريكي في المنطقة هل سبب عدم الاستقرار في المنطقة في الخليج العربي هو التواجد الأمريكي أو السلوك الإيراني والدستور الإيران الذي ينص على تصدير الثورة الذي لا تزال الدول العربية تعاني منه هذه أيضا قضية خلاف أزلية لا تزال قائمة النقطة الثالثة الخليج العربي منطقة حيوية للاقتصاد العالمي بكل تأكيد أن القوة الدولية لن تترك الخليج العربي لمصادفات الزمن أو لتهورات النظام الإيران الذي يتغير بين رئيس إلى رئيس فما بالك أيضا أن هناك أطمع متواصلة في الدستور الإيراني تجاه فرض الهيمن الإيراني في المنطقة بكل تأكيد أن دول الخليج اليوم دول الخليج العربي تحديد المملكة العربية السعودية والإمارات ومعها البقية الدول الخليج بدأت تأخذ زمان من مبادرة في تحقيق أمنها وستقرارها وقامت علاقات متعددة وأدركت أن الولايات المتحدة الأمريكية تحديدا عام 2019 خذلتها عندما حصل الرجوم الإيراني عبر أذرع على منابع النفط في بقيقو خريص ولذلك تحركت الدول الخليج العربي سريعا في هذا المحور لذلك أقول أن ما يجري اليوم هو صراع نفوذ وليس صراعا حقيقيا بين أنظمة صراع نفوذ في المنطقة الدول العربية تحديدا دول الخليج ومعها البقية الدول العربية مفيدة هي الأخرى تدرك أن المنطقة على أتون صفيح ساخن ولذلك تتصدى لمسؤوليات تفضل كنا قد طرحنا سريعا تساؤلا عبر منصاتنا بعد هذا التصعيد مفاده أنه هل تتجه دول العربية في المنطقة إلى تغيير استراتيجيتها ودفاعية فجاءت النتيجة أنه 65% قالوا من المشاهدين قالوا نعم 35% رجحوا أن لا تتجه الدول العربية إلى تغيير استراتيجيتها الدفاعية هنا تعليق سريع من ضيفي سيد سعد سفير بداية ما المطلوب من دول الخليج والدول العربية حتى لا تقع في مواجهة مع إيران في هذا التوتر مع إسرائيل باختصار شديد ما المدد تتوقعه طهران أعتقد أنه ليس هناك مواجهة بين إيران وأيضا دول مجلس التعاون هناك تفقيات أمنية بين إيران والمملكة العربية السعودية الذي وافقت إيران والمملكة العربية السعودية بالتوافق في بكين كانت على موافقات سابقة لأوانه يعني كانت هناك موافقة أمنية وموافقة شاملة وهناك موافقات أمنية بين إيران وسلطانة عمان بين إيران والقطار لا أعتقد أنه هناك مواجهة هناك تعزيز، علاقات مشتركة وأن تبني العلاقات المشتركة التعاون المشترك بين إيران ودول منطقة خليج الفارسي بأحسن الحارب بدون أن يكون هناك حضر وتواجد أجنبي لا يكون أمن المستورد إيران مخالف تماما مع الأمن المستورد سيد مبارك هل هناك فعلا فرصة لتعاون أمني بين إيران ودول الخليج لتأكد أمن محلي وكيف يمكن لدول الخليج فعلا تحيد نفسها هنا حتى كمان أمريكا لا تخلق فرصة التوتر بين طهران والخليج باختصار شديد استمرار ضبط النفس الذي تجرى عليه دول الخليج وعدم الارتهان لأي اتفاقيات مع أي دولة كانت كثير من اتفاقيات اخترقت وانتهكت كثير من الدول العربية لذلك استمرار الحذر واستمرار الاستعداد وتوقع كل السيناريوهات من كل الدول الإقليمية أمر وارد نعم أشكركم شكرا جزيلا ضيفي في هذه الحلقة من الملف اليوم من الرياض كان معنا الكاتب والباحث السياسي مبارك العاتي والشكر أيضا لضيفي من طهران ودير دراسات شؤون غرب آسيا وشمال إفريقيا في الخارجية الإيرانية السفير مجتبة فردوسي